كذلك أكد الرئيس السيسي على ضرورة تعزيز التشاور بين القاهرة وأنقرة حول الملف الليبي كما رحبا السيد الرئيس بالتهدئة الحالية في منطقة الشرق الأوسط كما أكدنا ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشرعية وتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد ونقدر أن نجحنا في تحكيل الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا سيمثل نموزجاً يحتذا به حيث أن دول المنطقة هي الأقدر على فهم تعقداتها وسبل تسويت الخلافات القائمة فيها يهمني كذلك الترحيب بالتهديع الحالية في منطقة شرق المتوسط ونتطلع للبناء عليها وصولاً إلى تسويت الخلافات القائمة بين الدول المتشعة بالمنطقة ليتسنى لنا جميعاً التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة ترجمة نانسي قنقر